السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اعجبنا في شهر الثالث ودفع سيدي شهر الثالث ودفع سيدي شكرا جزيلا على هذا التواصل نبقى مع السؤال الاخير ديلك سيدي جواد وهو ان المرء الحامل نعم اذا خافت على نفسها او خافت على ولدها ولم استطيعني ان تتم الصوم فيجب عليها اذا ان تترخص بهذه الرغصال اللي اعتاه الله تعالى انها ما تصمش ما تصمش تفطر وتقضي هذه الايام ان شاء الله بعد ما توضع ان شاء الله بالسلام والعافية وتولي بخير وعلى خير وتحيض الرضعة ممكن انها بعد ذلك انها ترد هدوك الايام اللي كانت يعني افطرتهم يعني في رمضان لانها هي ماشي مسؤولة فقط على نفسها مسؤولة على نفسها وكذلك مسؤولة حتى على يعني الحميل يعني الان هو ثلاث شهور يعني صار حميلا لم يبقى لم يعود جنينا لان الجنين هو في الشهرين اللولة بعد ذلك ما كيبقاش جنين كيتم حميل لانه بدك يبان الجنين هو اصلا ما تيبانش ولهذا سمي جنينا من الجيم والنون والنون كتلع الخفاء ومنه الجن لانه ما كيبانش ومنه الجنة لان الله تعالى سترها يعني الى غير ذلك فهذا الحميل محتاج للصحة محتاج للعافية محتاج للطعام محتاج للغيذاء الى اخيره وهو يعني يستمد هذه الامر كله يستمدها من الام من امه فلذلك على المرأة انتبه الى هذا المسائل وهو ان الله تعالى رعطها الرخصة الله تعالى عطها الرخصة قال الله تعالى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَكِينَ عبدالله بن عباس رضي الله عنه كان يرى هذه الآية تأولها في الشيح الكبير ويتأولها كذلك في المرأة الحامل ويتأولها في المرأة المرضع نعم فهو يرى بن عباس رضي الله عنه يرى ان المرأة الحامل لا تفطر عفوا لا تصم وانما تفطر وفقهاؤنا يرون بان المرأة الحامل كذلك هي تفطر لها ان تفطر اذا خافت نفسها او على ما في بطنها وما قدتش على الصيام او حتى لك انت يقد على الصيام ولكن خافت لا تقع شيء هلك الهدك الحامل انها تصيامي اضطر عليه حيث بعد مرأة تكاد يقول لك المرأة لا انا قادرا نصوم مزينا للا تكوني قادرا تصومي ولكن واش هاد الصيام مغادش يضطر على هدك الشيء اللي في البطن ديالك ايلا قلت لي ما عرفتش نقول لها ايه ولا لا اعطاك الله الرخصة ايه وترخصي بادة الرخصة هذه وسالي فطري مع رساتك وكل يمزيان واش عندك اليقين اكيد ما عندكش اليقين طيب واش استشرطي مع الطبيب هذا امر مهم جدا المرأة اللي عندها مثلا شي قون طرول عند الطبيب وهي حاملة تصول الطبيب بالله يخليك واش ممكن نصوم لما نصوم شو بيقول لي هاش نو كين كده الاعراض اللي حسيته بهذه وهذه الاخصة كتاكوليه الاخيرة واضح هذا الامر الاول بالنسبة للعاشر الاواخير سيدي جواد شنه العبادات العبادات كلها مزينة في العاشر الاواخير انا اقول باللي قيام او ادراك ليلة القدر لا يكون فقط بالسجود والركوع وقراءة القرآن ادراك ليلة القدر يكون كذلك ببر الاباء وبر الاحسان الى الابناء ادراك ليلة القدر يكون بسلط الرحيم يكون بكسب القلوب بادراك القلوب هذه من افضل العبادات افضل من غيرها لان السرور الذي تدخله على قلب ابيك وعلى قلب امك هذا افضل عبادة تتقرب بها الى الله افضل من عبادة الركوع والسجود ومش انني قلتها سيد نبيس السلم لقالها قيل له يا رسول الله واي عمل احب اليك قال ادخالك السرور على قلب المؤمن قيل فما سرور المؤمن قال اشباع جوعته وتنفيس كربته وقضاء ذينه ولا ان امشي مع اخي في حاجة حتى يقضيها احب الي من ان اعتكف في مسجد هذا شهرا يقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم فهذه كذلك من الاعمال التي ينبغي ان تفطن اليها وان تكون حاضرتان في يعني في هذه العشرة الاواخر من ايام رمضان صلة الرحيم نعم واما واش لعبادك تكون في الليل كله بمعنى هدك القيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم تصف عائشة وتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احيا ليلة احيا ليلة وايقظ اهله وجد وشد مئزره شد المئزر هذا اشارة الى الاستعداد تم قولوا احنا بلدي مكي تحزم ما معنى كان تحزم كان تحزم لهذا ما تنولي مستعد لها وانا مشمر وبعض الفقهاء رأى بان شد المئزر المراد به انه كان يعتزل النساء وهذا بعيد لان الله تعالى يقول احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن فهذا الامر اباحه الله تعالى وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرم على نفسه شيئا اباحه الله تعالى له لكن العرب حينما تقول شد المئزر لشيء تقصد انها تستعد له تستعد له وتشمر له وتكون عازمة على اتمامه فالنبي عائش رضي الله عنها تصف رسول الله بانه كان يتعامل مع هذه العشر الاواخر بنوع من الحزم كان رسول اذا دخل العشر الاواخر احيا ليلة ما معنى احيا ليلة احيا ليلة ما تعنيش هدب للنبي صلى الله عليه وسلم كان الليلة كله يحييه في طعاتلها ابدا وانما المراد انه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه يعني نفس البرنامج النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي سبعة ثم يصلي واحدة ثم يقوم ويصلي ثنتين هذا كان هو اخر في قيام الليل فثبت عنه انه قام ليلة باحد عشر تركعه نعم واحتى عائشة تقول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان اكثر من احد عشر تركعه نعم فتتكلم على رمضان انه اصلى احد عشر تركعه حين انه ثبت كما في البخاري انه صلى ثلاث عشر تركعه وما سئل النبي صلى الله عن قيام الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى ججر كعات فججر كعات فججر كعات فاذا خشي احدكم الصبح فليؤتر بواحدة الامر فيه ساعة وكان السلف يقومون بستين وثلاثين او بتسع وثلاثين ركعه وكانوا يقومون بإحدى وعشرين او ثلاثين وعشرين ركعه وكانوا يقومون بإحدى عشرة ركعه فالامر فيه يعني تخير الناس يصلوا ما بدلهم لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ملع شوه وكيصلي حتى الصبح وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم كيتعشى وكينعس وبعد ذلك كيفيق وكيصلي شباركة وكيعوتاني انعس ويفيق الصلاة الصبح من اجل انه يتسحر ويصلي صلاة الصبح هذا هو احياء الليل احياء ليلة واي قضاء له يعني انهم زيان ان هذا الامر تكون مشتركة فيه حتى الزوج مع الزوجة يعني الرجل ينعس ويفيق واحد القتال وقت اتنا الناس طبعا تكونوا خدامين يعني ماشي كان الناس يسر لهم انهم يعني يدوزوا ساعات طوال يعني في الليل للقيام ولكن بحكم العمال وبحكم التعب يخصوا لو هي واحد لنصف ساعة ولا ساعة الا ربع ولا اقل ولا اكتر قبل الصبح يعني تكون هذا الامر مشترك فيه يعني هو والزوجة وكذلك حتى الابناء الى كانوا يعني قادرين على انهم يفيقوا ما عندهمش يعني ما عندهمش يشوش عليهم هذا الامر على صحتهم من علاقاتهم يدركون بركة هذه الليلة هذه الليلة راه مباركة راه الله تعالى قال ان نزلناه في ليلة مباركة نسأل الله تعالى ان يبلغنا وإياكم بركة هذه الليلة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله